السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكا حبيبي عاملين ايه وحاشتوني جدا جدا متابعيني متابعين قناة فن ولعب. الفيديو ده اطلب مني ان انا هعمل كل الحاجات اللي انا ممكن اقدر اخطر او اتغدى او اتعاش بيها وانا بعمل الدايت. انا نزلت لكم صبحا الريق مسلا بشرب ايه? هنزله لكم برضو في وسط الفيديو ده تاني. بنشرب ايه الصبح على الريق? وبنشرب ايه بعد قبل الفطار? والسناك? والغدا? والعشا? وحاجات متنوعة كتير هتلاقوها جوه الفيديو. فانتظروا كده بصوا جده معي ووحدة واحدة علشان فيه اكلات يامع وحاجات متنوعة وسهلة وبسيطة تقدري تعمليها. وتختري منها اللي انت عايزيه حسب اللي موجود عندك انت في البيت. تمام? فانا عايزيكم تتابعوا الفيديو كده بالروحة ولانه في مجموعة حاجات كده حلوة في الفطار وفي الغداء وفي العشا. يلا بيها. بصوا اول اكلة معنا دي تنفع في الفطار او في العشا. عندكم جبن القريش عليها رشة حبة البركة والعشة ضايت بتاعنا وما نقطرش منه لان في دي ابيض برضو. الطماطم ما تقطروش منها خيار. كلوا براحيتكم خيار. وجبنا قريش. تمام? تعالوا بصوا الاكلة التانية دي تنفع في الغداء. اه دي فراخ بنية. الفراخ البنية هتتب العادي خالص. تمام? بتشكيها كده طبعا. طيب عندنا ايه تاني بقى? هتديها تشويحها كده على في الطاصة. تمام? وبعدين هتجيبي. تشويحة دي كأنك بتسويها طبعا. اه هتجيبي بقى المشروم ونقطة زيت وتوم وبصل. وحتحطي معلقتين زبادي ده الصوص بتاعك. وتحطي فيها الفراخ. تمام? ونفس الصوص ده هتحطيها على بطاطس مهروسة وتفرديها في الطبق. طبعا الفراخ هتكون استويت مع المشروم. تمام? هتحطيها في الطبق فوق البطاطس وتكليها بالشوكة. احلى وجبة غدا. دي وجبة غدا تالتة. حاجة تالتة تالت حاجة معينة بقى. الصينية دي فيها كل انواع الخضار مع فراخ. وبصل. وطماطم وكوسة. ودخليها الفرن. واتتبليها طبعا. ربع حاجة معينة. السناك اللي انا كنت عامله لكو قبل كده. الفلفل الاخضر. الاصفر. الاحمر. اي حاجة ده مهم جدا. ده السناك بعد الفطار بساعتين. هتفتحيه وتشيلي البزر بتاعه وتحطي جواه. حتة جبنة قريش معلقة كده. عليها شوية بقى. رشة فلفل وزعت الخشم. زتون. رشة حبة البركة. آآ شوية سمسم. ده اللي سناك تشبعي جوعك كده. او تسدي جوعك قصدي بعد الفطار كده ده بساعتين. تمام? تعالوا بقى نشوف الاكلة اللي جاية دي. تنفع برضو واكبة غدا متكاملة. معاكي خاص بتقطعيه شرايح ومعاكي خاص جزر بتقطعيه سلايس رفيع قوي كده. ومعانا بصل بتقطعيه مكعبات صغيرة جدا. تجيبي بقى الطاصة. تحط معلقة زيت كده صغيرة. وتقوم يحط فيها كل ده. بتديله تشويحة. وتجيبي بتين. اتنين بيضة. تحطيهم معاهم في الطاصة. كل دول على بعديهم. والملح والفلفل ودبس رمان. ومعلقة سلطة صغنططة جدا. وتقلبي كل ده بقيت وكبة متكاملة وتكليها بالشوكة من غير عيش. تعالوا نشوفوا الاكلة اللي بعدها رقم ستة. هتجيبي اللحمة المفرومة والتبليها كويس قوي. والبصل والبهارات بتاعتها. وتعمليها كور. وحنديها تشويحة في نقطة زيت في الطاصة على النار. وحنركنها على جنب شوي. تمام? طيب ركنها على جنب شوي. هنحضر ايه بقى معنا? الطاصة تانية. هنحط فيها معلقة زيت. وهنحط فيها بصلايا مفرومة. وهتحط شوية بطاطس متقطعة مكعبات. وتديها تشويحة حلوة قوي قوي قوي. وحتى تبليها تحطي الملح والفلفل والبهارات بتاعتك. ومعلقة الصلصة. ودي بولكن احنا ببنحطش دهون كتير. ده الاكل السحي. وكوركم وكاري والحاجات الحلوة بتاعت البهارات بتاعتنا دي. والجنزبيل طبعا. عشان بيحرق الدهون. ايه بقى نوع خضر عندك. بسلة. فسولية. جزر. حطي كل ده مع بعضه. وتحط شوية شرب عليه او شوية مية سخنة. وتقفلي عليه البطاطس بس تستوي. واحنا اللحمة المفرومة مديينها تشويحة. هنفتح بقى عليها بعد ما استوت. هنحط الكور بتاعت اللحمة بعد ما استوت. وتسويها شوية. واحلى واجبت غدا تكليها من غير عيش. بالشوكة. هتشبعي جدا. تمام? ممكن تحطي بقى جنبيها طبق سلاطة متكامل. تكليل اول تشبعي بيه نفسك كده. وتاكلي جزء من الطبق التاني. وبالهنة والشافة. تعالوا بقى نشوفوا البيت سابعة. مش هنحرم نفسنا. ناكلوا بقى بيت سابعة. بصوا. عيش الدايت. تمام? حطي بقى كده المكعبات العيش. وحطي رشة السلصة بسيطة جدا. وتكون عندك بقى حتة فرخة. تفرفتيها. تمام? فرفتيها بقى حتة الضغنانة كده قطعتها حتة الضغنانة. ورشيها بقى فوق الوش وحطي زاتون وتماطم. وتزرقلة نباتي. وعيشي احلى اكلة بيتها. هامبورجر. مش هنحرم نفسنا برضو. الهامبورجر. يا جماله على الهامبورجر. هتجيبي ده اللي دي شوفين. النام. وحنحطه الخميرة والملح والمية الدافية وتخمر العجينة معنا. ودي معلقة زيت ومعلقة زبادي. العجينة الخميرة. العجينة سوري. هتسيبيها تخمر. شفت ازاي? تقسمي بقى. كده هيطلع لك تلاتة عيش كايزر كمان. وتكوريه وتسيبيه خمر تاني. تفتح عليه وتدهني الوش بتاعه. صفار بيضة ورشي تشوفين. والدخليه في فرن. يطلع. احلى عيش شوفين تاكليه. جميل. عملي صوس بقى حلو كده معلقة زبادي. وصوهية صوس ودبس رومان وبهارات حلوة قوي. دي بتنفع خلا بالك جوة. تحطيها بدل الجبن. وتحطري اللحمة بتاعتك او الفراخ الهامبورجر اللي تحبيه. وحطي بقى حكة الهامبورجر كلها من جوة كده الخص والتماطم. واحلى هامبورجر بالعيش الشوفين. تمام? تعالوا بقى نشوفوش تسندويتش الحلو ده. الاكلة رقم تسع معانا. هنعمل نفس العيش الشوفين ده اللي احنا عملناه. تمام? بس هنعملوه زي العيش رفيع جدا. العيش رفيع جدا جدا في الطاصة كده على النار. تمام? بصوا. هنديله تشويحة كده فوق وتحت في الطاصة على النار. وهاشه جميل. هنحضر الفراخ بتاعتنا ستريبس بقى. نحطه بقى البهارات والديبس رمان والمستردة والزبادي وتب انها تكبيلة الحلوة دي. وبعدين حطناها في الدقيق والبيد والبقسمات بتاعنا. او الكريزبي اللي انت تحبيه يعني. تمام? وهتشوحيه على النار. هتكوني جاي بقى جايبة بنجر وجايبة حمص وجايبة بدل سوس الطماطم يعني. كتغيير. وتدهني بيه وتحطش عليه الخص والطماطم والفراخ. وتكلي احلس عند ويتش كده سحي. سحي سحي يا جماله. نخش عالجنبري. ما تكتريش بس من الجنبري شوية. عشان الكوليسترول. تمام? هتحط في الطاصة. اه حط الزبدة كده زغنانها قوي. وتحط شوية فلفل الوان وتجيهم تشويحة وملح وفلفل بغارات بتاعتك. وكريمة لباني بس خلية الدسم. ونقط الزيت وشوية بغارات ايه? بتاعت الاسميك. تمام? والكمون. والملح. وتديهم كده تسوية كده حلوة مع بعديهم. وتكون جايبة بقى توصى فيها برضو نقطة زيت زغيرة. آآ وتحطش شوية مية معيها. وتحطش شوية بطاطس والكابوريا والجنبري. والدورة بقى الحلوة لو انت عايزة بقى دورة حلوة او مش عايزة بس جميل خلي بالك في الاكل دي. عشان الاكلة دي كمان حتحطها بعد كده جواكيس حراري والسوس بتاعها وطلعت من الفرن وكل بقى احلى احلى جنبري واحلى كابوريا. بصوا الاكلة الاخرانية دي تنفع في الفطار وتنفع في العشاء. آآ برضو العيش الضيت ده وتحطوا جبنة والخيار. وخلي بالكم ممكن على العشاء بالليل احلى حاجة. انا بعملها شخصيا زبادي. وعليها نص لامونة. وعليها معلقة قرفة. بدل كل الحاجات دي كلها بتحرق. سعرات حرارية عالية جدا زي انما نزلته لكم في فيديو ده. قبل كده في قناة فن ولعب. يا رب بتكون عجبتكم. متنسونيش باللايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. الجرس نسوش الجرس وتعملوا لللايك وسبسكرايب. انا بقولكم تانية عشان ما تنسوش عشان انا بحبكم جدا. ويا رب بتكون قناة فن ولعب بتقدم لكم كل جديد. واستمروا معي في موضوع الرجيم. ان شاء الله هتلاقوا نتيجة جميلة حلوة جدا جدا جدا. مع السلام.